السلام عليكم في الفيديو متاع اليوم باش نحكيوه على المركاتو الصيف المركاتو الملعبية متاع البطولة التونسية فمه كلمات فمه اشاعات وفمه اخبار وفمه اخبار شبه مؤكتة كيف كيف باش نحكيوه على ملعبية المنطقة خب الوطني التونسي لكن اقبل كل شيء كالعادة كانك مكش مشترك في القناة اشترك جيم للفيديو وادعى ازر اللايك فاشنوه تستنى نحب اي واحد يتفرج في الفيديو وينزل على الجيم ويدعم القناة وهكا من قال يكن نقول لكم يلا بينا التربية نبدأه بالملعبية ونبدأه بالبطولة التونسية البطولة التونسية فيها خمسة ستة سبعة ملعبية الاسم متاعهم قاعدة تذكر برشا مرات خلينا نبدأه مع اول ملاعب نحكيوه على الجناح الهجومي لنادي الاتحاد المونستيري هيكل الشيخاوي هيكل اللي قاعدة يقدم فيه مردود كبير مع الاتحاد في اخر السنوات ما يخفع على حتى احد اللي هيكل الاسم متاعه قريب برشا من الترجي الرياضي التونسي في المركاتو الصيفي ذايا علما وانه الترجي باش تخرج ممكن ثمانية تسعة عشر ملعبية وباش تنتدب ثمانية تسعة عشر ملعبية ومع قانون بطبيعة الجامعة التونسية اللي موجود وإلا اللي انت عندك حق في انتدب اربع ملعبية اجانب فقط بطبيعة على الترجي باش تتجه اكثر للسوق المحلية ومنها كما حكيت هيكل الشيخاوي من الاتحاد المونستيري الانتقال وإلا نسبة انتقاله توصل حتى لثمانين فيلمية من هيكل الشيخاوي باش نواصلوا مع ملعبية اخر وإلا خلينا نسموهم كيتة ظهما يتباعوا الاثنين مبعاظهم نحكيه على محمد وائل الدربالي ونحكيه على اسامة بوجرة الملعبية الزوزة متاع الاولمبي الباجي اللي قدموا مردود كبير اللي وراه وجه باعي وطيب للملعبية الموجودين في الاولمبي الباجي كيف كيف نحكيه حتى على اشرف اشرف الكرير لكن طربت اسم محمد وائل الدربالي واسامة بوجرة مبعاظهم كيف كيف للترجل الرياضي التونسي نسبة انتقال محمد وائل الدربالي اللي قدم زد اداء كبير مع منتخب الواطني تونسي للأواسط في كاس العالم وإلا حتى في الكوب دافريك نسبة انتقاله كبيرة وكبيرة برشا ممكن توصل حتى لتسعين في المياه ملاعبي متوسط ميدان عنده المواصفات الكل كيف كيف الملاعبي ما زال صغير في السن دونك ممكن مع انتقال محمد عليه بالرمضان كولي بالي باش تفرغ وإلا باش تفرغ وسط ميدان الترجل محمد وائل الدربالي باش يكون احسن معاوض بالنسبة لأسامة بوجرة أسامة بوجرة ما زالت الوجه متاعه ما بين الترجل الرياضي التونسي بنسبة كبيرة ممكن توصل حتى ستين سبعين في المياه ونحكيه حتى على النجم الرياضي الساحلي اللي عنده معاها كلمات دونك أسامة اللي كان قريب برشا من الانتقال للنادي الافريقي في الاسابيع الماضية المرة هذية الاسم متاعه مقترن بالترجل الرياضي التونسي بنسبة كما حكيت سبعين بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي قاعد يستنى أسامة في استاج لخر وإلا في استاج هذية متاع المنتخب الوطني تونسي باش يقفوا على حقيقة امكانيات متاعه ممكن يمشي للترجل وممكن يمشي للنجم الرياضي الساحلي كيف كيف حتى الاختيار مربوط أكثر بالكلسمو ترجل كان باش تلعب الشامبيز ليج أنا واحد من الناس نقول لك اللي رأو أسامة بوجرة بنسبة سبعين وإلا ثمانين في المياه باش يكون في الترجل وكان الترجل معناها ما وصلت الشامبيز ليج ممكن الاختيار متاعه باش يمشي أكثر للنجم الرياضي الساحلي لهنيرا وممكن تقول لي معناه أسامة بوجرة والغطر سمتاع والأنانية وشكون وهو باش يحلم يكور معناه في الترجل وإلا باش يحسب بين الترجل والنجم هو أخوي الاختيارات متاعه وهو عنده برو جي سبورتي في مخو يحب يلعاب الشامبيز ليج مع أسامة بوجرة ننتقلو للحارس أشرف كريير لكن خلينا قبلنا حكيه على الحارس متاع النادر يدي سفيقسي أيمن دحمان اللي سيبوه بنسبة ممكن 95% كان مش أكثر في الحزم السعودي الموسم القادم وعلش بدينا بأيمن دحمان الخاطر باش نمرو الأشرف كريير اللي اسمه ممكن بنسبة 90% باش يكون موجود هو معوض لأيمن دحمان في النادر يدي سفيقسي أيمن دحمان في الحزم السعودي وأشرف كريير لحارس الأولمبي البيجي باش يكون بنسبة كبيرة في النادر يدي سفيقسي خلينا نواصلو مع الحراس ونحكيه على حارس آخر في طريقه للانتقال للترجل لتونسي البشير بن سعيد الحارس الدولي المنتخب الوطني التونسي على غيرار أيمن دحمان دونك بشير بن سعيد بنسبة كبيرة زادة كفكيف ممكن توصل حتى لـ 80 و 85% باش نلقاوها ان شاء الله في الموسم القادمة مع الترجل رياضي التونسي نواصلو مع ملعبية البطولة بنزلو زوز ثلاثة ملعبية ونبعد نكملو مع البطولة نحكيه وزاد على علي السعودي علي السعودي لاعب محور المتخب الوطني التونسي ولاعب محور الملعب التونسي نحكيه على المتخب الوطني التونسي للأواسط اللي عده بالنسبة لي من مونديال محترم ما عندوش بالنسبة لي دي ما نحكي راهو ما عندوش الامكانيات الكبيرة برشا بش يلعب في اللوراب مع انك تبوش على بعضنا الملاعبي يشلخ برشا في كورة التكوين متاع وناقص هذاك عليش حتى هو قريب وإلا يظهر لي شبه رسمي باش يكون موجود في قطر الرياضي بمبلغ محترم ممكن يتفاد منه هو ويستفاد ويستفاد منه الملعب التونسي نكمل مع اخر ملاعبي من البطولة التونسية نحكيه على لاعب النادي الافريقي احمد خليل احمد خليل اللي يظهر لي يرافض المعنى البقاء في النادي الافريقي ممكن وصول لكلوب افريكا للشامبيز ليك تغير من اختيارات احمد خليل لكن في صورة مان النادي الافريقي محققش مركز يخلي احمد خليل يمشي اكثر وإلا يقتنع اكثر خاصة الملاعب يحب يرجع للصورة نحكيه مع المنتخب الوطني التونسي احمد خليل بالرغم الاتحاد الدولي معناها قال برشا كلام خايب على الانديا المصرية والانتقال الانديا المصرية وراه الانديا المصرية تعاني في برشا مشاكل وراه ما تخلصش الملاعبية وله هنا الاتحاد الدولي معناه يذكر بالذات اللي وإلا يقصد بالذات وهو ما اكتبهاش لكن يقصد الزمالك المصري احمد خليل يذوري قريب برشا من الانتقال وإلا كثرة الكلامات في الاولى الاخرانية على احمد خليل وانتقاله للزمالك المصري هكا نكون وكملنا مع الملاعبية اللي موجودين في البطولة التنسية والكلامات والاخبار والاشعاعات زيدي بش ما تجينيش في التعليقات تقل لي ارابي اخبار وفيهم الاشعاعات وفيهم موش الاشعاعات خلينا نمر لانه الملعبية المتخب الوطني الي WEErn TNC نحكيه على الملعبية المحترفين البرا خلينا نبدأ بالياس السخيري الياس السخيري بنسبة خلينا نقوله بنسبة توصل تسعين فيрупิنا في نادي ايش بيليا الاسباني نادي ايش باليا الاسباني المتوجة بالغلب الاوليق ايش بيليا الاسباني بالطبيعة بيش يكون موجود في تشيمبيز ليج. حاجة بيعي اللياس السخيري واحد من طموحات الملاحة بيديا بعد رفض التجديد عقده مع النادي كولن الالماني. كما حكيت بنسبة تسعين وإلا حتى خمسة وتسعين في المائة. الياس السخيري باش يكون موجود في نادي اشبيليا الاسباني. وفي اقصى الحالات في اسوأ الحالات زادة فما اتصالات ما بين الياس السخيري ونادي وروما الايطالي. كما حكيت الياس السخيري ان شاء الله الموسم القادم باش نشوفوه في الليجة الاسبانية. نمر المتوسط ميدان اخر انيس بن سليمان. انيس بن سليمان اللي بعد برشة مشاكل معاه فريقه بروند باي بروند بي ما نعرش كيفاش تذكر الاسم ما هوش كما حكيت فريق كبير اذا الموجود في الدورة الدنمارك وديما نغلط في الاسم متاعه. انيس بن سليمان اللي معناها رفض تجديد العقد وإلا انيس بن سليمان بلغة اخرى معناها بالشهر بالنادي. اذا ينادي لوريون الفرنسي مهتم برشة وعادة مرة اخرى الاهتمامات مع اه انيس بن سليمان من اه وإلا عن طريق النادي الفرنسي هده لوريون الفرنسي اللي يحب يجيب شوية ملعبية خاصة صغار في السن وينجموا يلعبوا في الدور الفرنسي وإلا عندهم فكرة على الدور الفرنسي انيس بن سليمان باش يكون ان شاء الله بنسبة سبعين خمسة وستين في المية ما هيش نسبة كبيرة ممكن تكون رهي مجرد اكلامات مع لوريون الفرنسي الموسم القادم ونمروا هكا الملاعب يتقلق في السنوات الاخرة في البطولة التونسية نحكيه على محمد علي بالرمضان اللي لعب التاريجرية التونسي اللي قريب برشة كما حكينا من الخروج من التاريجرية التونسي المرة هذية الوجهة باش تكون وإلا الوجهة قربت اكثر بنسبة اكبر وإلا اكثر من العادة النادي العيسى العيدوني السابق الفريق المجري نادي فرانك فوريس المجري اللي باش يلعب ان شاء الله الموسم القادم محمد علي بالرمضان النسبة باش تكون بنسبة ستين في المية ممكن تكون اشعاعات المفيدة راي خرجت الكلمات وموجودة في برشة معانيها جرائد وصحف وبرشة معانيها كلمات في الانحاء دونك محمد علي بالرمضان كما حكينا عرض من نادي فرانك فوريس المجري العرض اذي عرض رسمي لكن الاختيار من محمد علي بالرمضان ما زيل بيده هو ممكن عادي جدا راي محمد علي برمضان يجدد في الترجي راي عادي جدا المليع بتونسي راي كتمدلو زوزة فرانك راي ويركح وجوه باي معا بالطبيعة حبه للترجي لكن وقت اللي بش يعيط له مثلا فريق كيما وانا عرش انا فريق موجود في الدور الفرنسي راي بالطبيعة بش يمشي للدور الفرنسي دونك نتصور محمد علي برمضان ما جاء حتى عرض رسمي الى حد هذي اللحظة بالدور الفرنسي نحكي على الليق او الليق دو يدور يفهمع عرض ولا زوز كيما نحكيه وراءنا ديما نجيبوككلماتنا panic اي شوية من الجرايد وإلا شوية نحكي جواية مش جراغ من الصحاق في معانا الالكترونية وإلا من المواقع الالكترونية والا خاصة الفبطولة التنسية نتبعوا شوية الليقرا ما نعرفواوا منين جيبوهوا الكلاماتنا وإلا عننا شكون يعرف شكون اكا كما ونعرف بعضنا احنا الناس الكل نواصلوا مع منتصر الطالبي منتصر الطالبي متصر الطالبي اقبل كل شي هو واحد من احسن المدافعين في الدور الفرنسي متصر الطالبي الوحيد في تاريخ الدور الفرنسي الكل اللي العب المباريات الكل متاع الدور الفرنسي ما غير مخذية حتى ورقة لصفرة لحمرة المليعبي يضر يزاد الوحيد في سنة يضر المليعبي الوحيد للعب تقاق الكل في الدور الفرنسي كما حكيته مخذية حتى صفرة وحتى حمرة وهو مدافع دونك راو انجاز كبير المليعبي ذا اللي معناها يعرف يلعب من لعب نظيف معناها المستوى متاعه بلغة اخرى اكبر برشة من الدور الفرنسي لكن بنسبة كبيرة هو بشي واصل في فرنسا لكن الانتقال متاعه ممكن قرب اكثر خاطر الفريق متاعه لوريون بداه ينتدب في شوية مدافعين الشي اللي بيالك اللي متصل ممكن بشيكون هو اول المغادرين في المركاتو واكثر فريق واكثر نسبة ماشية معناه دي لونس الفرنسي وبالنسبة اللي ملعبية متاعنا معناها بشي شوفه برشة معناه بشي شوف خمسة ستة سبعة ملعبية ان شاء الله موجودين في الفرنسي رو موجود في وانتقال منتصر طالبي رير الطالبي ليه في اول معناها موسم مع نادي في اول موسم مع نادي في الدور الفرنسي يتسمى انجاز المنتصر الطالبي بالتوفيق المنتصر الطالبي خلينا نقفلوا الفيديو بزوز ملعبية ملعبية اه صغار في السن كنا واحد منه كنا نستنى ومنه في حاجة كبيرة لكن معنا خيب الامان والملاعبي الاخر ما زال يعطي في وجه كبير خلينا نبدأوا مع حنا بعض المجبري اللي رجع النادي مانشستر يونيتد حنا بعض المجبري يا بش يبقى في نادي مانشستر يونيتد وياخد فرصة بعاد تينهاك بحكم اللي مانشستر بش تلعب دونك رايحة شدها ببرشة ملعبية خاصة بش تلعب بريمير ريج وبش تلعب الكوبات برشة في 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 انجلترا دونك يستحقوا اكثر نومبر متاع ملعبية وحنا بعض المجبري يعرف اجواء النادي وحنا بعض اللي قدم مردود به مع نادي برمنغام وإلا بش يمشي للعرض اللي نتصور قريب برشة هو منه نحكيه على عرض نادي مارسي الفرنسي نحط لك يا اخويا نسبة 70% حنا بعض المجبري بش يكون موجود مع نادي مارسيليا الفرنسي الموسم القادم والكلام هذية بالذات اللي هو رو موجود حاليا في الفيسبوك لكن عندي المعلومة هذية قبل ممكن بجمعة ولا حتى اكثر من من جمعة نحكي على اه نحكي على توازسة موجودين غادي في مارسيلي معناها عبيد معنا تفهم كورة ويتبعوا كورة والكلام هذية اخويا تذكر لي حتى في التعليقات اكثر من مرة من برشة مواتنين يعيشوا في مارسيلي دونك الاخبار اليوم معناها خرج في بعض المواقع الالكترونية دونك الاخبار بدأ يقرب اكثر والخليمات بدأت تقرب اكثر تشد لبعضها اكثر دونك حنا بعض المجبري كما حكيت بنسبة كبيرة هما اكدوا لي بنسبة معناها سون برسون لكن واحد من الناس ما دام ومازال ما لبسش الماريول ولا صحح النسبة مش تكون 70% انتقال حنا بعض المجبري النادي مارسيليا الفرنسي نكملوا الفيديو بملاعبي كنا نستنعوا منه برشة نحكيه على حمزة رفيعة حمزة رفيعة مع نادي بيسكارا في الدرجة الثالثة الايطالية بعد ما كان لعب للنادي يوفنتس شوية تجاربة متاع اعارة ما نشحدش سواء في السيري بي وإلا في الدور البلجيكي حمزة رفيعة مع بعض الاداء الكبير مع نادي بيسكارا يظهر لي نادي جنوة الايطالي مهتم برشة بالتعاقد معنا ملاعبي هذين ملاعبي مازال صغير ينجي معتيك الاضافة عنده كالي تي بايا تخليه عادي جدا يلعب في السيري اه في ايطاليا نادي جنوة اللي عاد من السيري بي وصعد الموسم هذيا دونك ان شاء الله الاخبار هذية تكون اخبار صحيحة بالنسبة للانتقال هذيا وإلا صفقة حمزة رفيعة ما عندي عليها حتى تأكيد هذيا اخبار خرج في المواقع الالكترونية دونك مش نعطيهها نسبة متاع عشرين ثلاثين في المية دونك يظهر لي هاكي حكينا على برشة ملاعبية ان شاء الله في قادم الايام يظهر اكثر كلمات ويظهر اكثر الاخبار الرسمية والشبهة الرسمية وشنو ما الاخبار الصحاح وشنو ما الاخبار اللي كانت اشعات ونقود مو زيفة دونك هاكي في سنة للنهاية متع الفيديو ما بقى ليكا نقلكم ونترككم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته